نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من شائعات على بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بيع المواني المصرية لجهات أجنبية وأشدد المركز الإعلامي نقلا عن وزارة النقل على أن المواني المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وأضف المركز الإعلامي أن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والمواني البحرية تتم بأياد استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط